طيب قبل ما أدخل في وكمل كلامة مع حضراتكم في الصفقات يمكن من دقايق بسيطة جدا يعني بدأ المسؤولين في النادي الأهلي وعضاء مجلس الإدارة وكبار نجوم النادي الأهلي على مدار تاريخه والشخصات العامة عموما في التوافد على مسجد المشير تنطاوي عشان يقدموا واجب العزاء في شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يعني ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان الوزير عامري فاروق طبعا زي ما حضراتكم شايفين موجود طبعا شفت يمكن من دقايق عدد من الشخصيات في حرص كبير جدا على مسندة ودعم كابتن محمود الخطيب في الظرف القاسي طبعا ده دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الغزاوي عضو أجلس الإدارة يعني بدأت من بعد صلاة المغرب بدأت يعني النسة توافد على مسجد المشير تنطاوي عشان تقدم واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب خالص تعزينا طبعا أسرة قناة النادي الأهلي وشركة بريزنتيشن لايب وكل العاملين حقيقة في القناة كابتن محمود الخطيب طبعا كابتن شطة أعتقد كابتن فاوزي سكوتي أعتقد يعني كابتن حسام غالي طبعا عضو مجلس الإدارة كابتن أسام حسني طبعا يعني هنحاول ننقل لحضراتكم المشهد وخصوصا طبعا يعني الأختة والشقيقة والأب والأم طبعا بتبقى صدمة صعبة كان الله في عون كابتن محمود الخطيب وأسرته الكريمة ربنا يصبرهم يا رب ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته اشتركوا في القناة